طيب هنروح برضو لكرة السلة سيدات عندنا نفس الكلام بطولة القاهرة ولكن السيدات متأخرة سنة لأنه ما عندهمش بطولة عربية فالدنيا مش هتتأخر فيه بطولة عربية طبعا ولكن مش مشاركين احنا فيها الوضع كالقاتي ان احنا عندنا بطولة القاهرة اول مباراة لنا ان شاء الله هتكون مع مدينة نصر والمباراة انتهت بالفعل المباراة انتهت في الفعل منذ لحظات بفوز النادي الاهلي على نادي مدينة نصر 83-38 والمباراة كانت على صالة الشهداء او دي صور من المباراة على فكرة دي صور من المباراة والمباراة لعبت على صالة الشهداء في الاهل الجزيرة وطبعا كل ده استعداد لدوري المرتبط اللي هتدي ان شاء الله في بداية الموسم طيب طبعا النادي الاهلي نجح بشكل كبير في عادة هيكلة هذا الفريق اللعيبة اللعقودة خلصت جددولها اللعيبة المصابين خفوا زي ثورية سوريتها هي كل اللعيبة يعني احنا بنتكلم على عدد من الصفاقات الفريق ده اعاد هيكلته مع جهاز فني جديد محترم طبعا كل احترام اللي كابتن علي هاشم الجهاز السابق طبعا بطولات مع الفريق اللي بتولى القادة دولتي كابتن تاري خيري تعاد طبعا هيكلة الموضوع كله وطبعا شفنا تجديد عقد ثورية محمد وندين السلعوي ونها شتا وفريد وائل ده اللي تجدد معهم التعاقد وثلاث صفاقات جداد شفنا ميرال اشرف نكمة منتخب مصر القادمة من الان سي دابل اي في امريكا وهلا شعراوي الرجع التاني من نادي سبورتنج السكنداري والمحترفة الامريكية جيمي نارد اللي بتتمرن بشكل يومي مع الفريق وانا بحكم مرواح النادي بشكل يومي تقريبا بشوف طبعا تدريباتهم وقديهم بيبزروا موجود كبير كل التوفيق ان شاء الله في المباراة القادمة